في أخبار الرياضية بدأ منتخبنا الوطني لكرة اليد تدريباته المكثفة في صالة نادي الكويت استعداداً للمشاركة في تصفيات المؤهلة لأولمبياد توكيو 2020 وكاسي آسيا المقبلتين نتابع يستعد المنتخب الكويتي لكرة اليد لخوض تصفيات المؤهلة للأولمبياد عن طريق التدريبات المكثفة حيث وضعت اللجنة برنامجاً متكاملاً يخوضها المنتخب من أجل الإعداد للتصفيات من الاستعقاق الرسمي الأول راح يكون تصفيات أولمبياد توكيو 2020 راح تكون في قطر إن شاء الله في نصف أكتوبر بعدها راح يكون عندنا كاس آسيا إن شاء الله في شهر واحد بداية السنة إن شاء الله هذه الاستعقاقات كلها يتطلب شغل ومجهود كبير للأمانة من جهاز داري وفني وأيضاً لعبين لعبين يعني على مستوى عالي من الالتزام إن شاء الله ومن ضمن التدريبات يدخل اللاعبون معسكر لمدة 20 يوماً سيلعب فيها أكثر من أربع مباريات راح تكون على فترتين راح نكون عندنا كذا مبارا ودية مع أحد الفرق الدرجة أولى في سربيا راح يكونون معانا تقريباً 28 لاعب ل 27 لاعب حق المعسكر بعدها حق البطولة ملزمة بالبطولة حق عدد لاعبين معينين طبعاً هذا الغرار راح يكون حق المدرب المنتخب باستبعاد أو انضمام أي لاعب طبعاً الفريق مؤهل لتحقيق نتائج مشرفة في التصفيات القادمة المؤهلة للأولمبياد في ظل الإعداد الجيد لها فضلاً عن امتلاك الفريق خامات مميزة في صفوفه مروم حرم تلفزيون دولة الكويت